خدت حوالي 30 ثانية وتنقلتها الشاشة والكاميرا كنت بتقول إيه لي ما هو كان بيقولك إيه ما هو زي ما بقولك كده بأوضح له بقوله إنه ضغط بها جداً في الكرة إنت شايف إن تقريباً أعتقد إننا كنا مراحلين حوالي 4 أو 5 لعيبة فالرجل قال لأنا الفرق بين المطشين مش كتير فأنا لازم أحط حد في المباراة دي وغير في المباراة التانية بما إن الجو هيبقى صعب والفرق التلات يام مش كتير وإحنا هنسافر قبل المطش بيوم هنسافرنا بالليل وصلنا اتمرنا تاني يوم خفيف ولكن المطش هو رد عليك برضو كان بيرد كان بيتكلم عادي ولا تجاوز خالص كان بيتكلم في فكرة إنه أنا كنت عاوز ألعب عشان أبقى جاهز عشان أنا كنت لازم أن فقلتله ماشي ما فيش مشكلة طيب إنت ما لقيتش المطش ده ما هو وارد جداً إنت هتلعب المباراة الجاية ما دي من ضمن اختيارات الراجل إن الراجل بيختار ناس تلعب المباراة دي وهيغير حوالي 3-4 في المباراة التانية عشان الفترة الصغيرة اللي بين المطشين فما تدقش نفسك وما تعملش رد فعل بعد كده إنت تزعل عليه وتزعل الناس منك وما لهش لازمة فأنا اللي بقول لك يعني فخلص سيكت يعني طيب حلوة لحد كده إحنا ماشيين كواس جداً قرار استبعادهم بقى جيت زي من الاجتماع اللي عمله الراجل إن الراجل عمل الاجتماع زي ما قلتلك بالليل حتى قريباً كان مع 10 ونص بعد ما قال لي إلا حصل فحكت له فقال طب عمله الاجتماع فبعت اللعبة وجابهم كلهم على ما تجمعوا وهو كان متدائي جداً وكان متنرفز الحقيقة إنه يعني أنت رد فعلوك كان وحش قوي رقم واحد رقم اتنين أنتو بتكذبوا يعني أنتو بتقولوا أنتو متعورين طب لو أنتو متعورين ما قلتوش ليه من قبل المباراة بما أني كان فيه اتنين بره للسكور كان عندنا تقريباً محمود حمادة وكان رامي ربيعة كان بره فكنا دخلنا رامي وكنا دخلنا حمادة بحيث لو حصل حاجة في المباراة فأقدر أشارك ناس مش مصابة فأنتو بتتحكوا علي قال لهم أنتو بتتحكوا عليها وبتكذبوا أنتو بتتحكوا عليها فهو ده رقدهم إيه ولا حاجة يعني هو نفس الرد أن طارق قال له أن رجبتي واجعاني أنا خرجتش أن رجبتي واجعاني وحسن نفس الموضوع فالراجل زي ما قلتلك يعني رد عليه ونفس الرد قال لهم لأ يعني الكلام ده أنا ما سدقوش ما تقولوش لحد كبير أنا يعني عندي من الخبرات وعندي من العمر أو من السن إن أنا أقدر أفهم مين المتعور ومين مش تعور ولو كنتم متعورين كنتم قلتوا ليه قبل المباراة أوكي عشان يعني لأن يا جماعة الموضوع ده مهم جدا لأن أنا بعتبره من أسباب ما حدث لمنتخبنا في كسر أمة أفريقية معرفش واحدة من الأسباب آه كانت قبل لكن واحدة من اللي عملت فورتينا في منتخبنا الواطن في حاجات كده مواقف كده ما بتحصل وأنا علامها جيدا وأيمن بيبقى عارف الجو العام لما بيبقى ماشي حلو حلو بيفضل يستمر لحد النهاية أول ما بيتضرب بموقف زي ده ومع لعيبة كبار واستبعاد وبعد اللي استبعاد بقى يا كابتل آيمن أنت لو ما خدتش موقف بس عشان يعني أنت لو ما خدتش موقف زي ده لا طبعا هتلاقي كتير من اللعيبة بيبقى ليهم نفس الموضوع ورد فعل ليه رجع إمام حشور وما رجعش اللعيب التالي عشان هو في الأول وفي الآخر قرار تربوي مالوش علاقة بأن انت تستبعدهم مدى الحياة أنا صعب أصدق كلام أي لا طبعا أنا اللي بقول ما أنا مع الرجل يعني عايز تقول لي أن كان فيه عناصر أفضل من حسين وطريق حامد هو طريق اعتزل ماشي ده قصة تانية طيب عندك حسين طبعا عبدالله السعيد كان معتزل طب ماشي وكان هيتخذ في القايمة عشان الرجل تكلم معاه آه ورح قعد معاه آه وقعد يتكلم معاه وعجبه جدا عقلية عبدالله وعجبه إزاي بيفكر وعجبه لهم قاله الحاجات اللي هو عايز يعملها عبدالله كان متقبلها جدا وكان سعيد من الراجل ما هو طارق مداش فرصة لحد يقعد معه بقول لك طارق صحبي جدا جدا وبيستشارني في حاجاتك يخلي بالك ففكرة يعني أنا طارق إذا علم منه أنه يعني إنت إذا علم من طارق آه طبعا لأنه إحنا بقول لك أنا هو صحاب فتعالي أقول لي بيني وبينك أقول لي مثلا أيما أنا هل أنا الفترة الجاية يبقى ليه دور في المنتخب أو هل أنا مثلا هبقى ثالث هبقى رابع مش موجود فأنا أقول لك طارق إيه لا خلاص يعتزل مثلا زي طارق وأي حد خلي بقى هو كل لعيب صحاب يعني مثلا كان أي حد ما بلعبش مثلا من اللعيبة اللي هي اللي موجودة معنا عادي جدا أنه كان يجيوعد معايا ونقعد نتكلم أنا هو واشرح له وحاول بقدر الإمكان أنه أنا خليه يخرج بره الموت بتاع أنه أنا ليه ما بلعبش لا ما عود أتكلم معاهم كلهم تقريبا يعني يعني عبدالله سعيد كان هيجي المنتخل آه طبعا وإيه اللي حصل من اللي تدخل لغى عبدالله وحط إمام عشور أنا اللي بقول لك أي حد يقول لك خلي بالك أنت عارفني لو في حاجة هقولها أنه في حد تدخل والراجل خلي بالك اللي هو وحيد ولا حد يتدخل معاه في تشكيل ولا حد يتدخل معاه في اختيارات اختياراته كله هو بياخدها يعني هو بيقعد معنا قبل مثلا الاختيارات مثلا بشهر فبحثت قايمة طويلة اللي هي للستين العيب اللي موجودين عندنا تمام فبنيجي قبل الاختيارات مثلا بأسبوع بنقعد ثلاث مرات تقريبا يعني كل واحد بيقول اختياراته يعني بيقول الناس نتناقش فيها كلها وكل واحد بيقول رأيه اخر يوم في المؤتمر تمام بيجي يقولنا القايمة تمام يعني قبل المؤتمر انت كأيمن عبد عزيز تفاجئت بضم امام عشور لا خالص